من صحراء تامن راست بالضبط عين صالح مدينة الفنانين أحد أبنائها اليوم ليس له صوت ليتكلم ويسمع مشاكله لأهل الأحكام على اسم مدينته عين صالح اسمه الفنان صالح دكدوكا من أبرز الأسماء التي كانت رائدة في الزمن الذي مضى فنان اشتغل بالغناء والموسيقى وأبدع بأنامله الذهبية ليبصم باسمه على الكثير من الأغاني الجميلة من روائعه لزرق سعاني التي أعاد غنائها الشاب مامي القلب طاب يا قلبي فارق الغراء مرتاح وسينفونية يا صمر الله يهديك التي أعادت غنائها الفنان عائشة البقع أغاني تآكلها النسيان موسوعة يبحث عنها الجيل الصاعد دون أثر تناس أو نسيان من المطربين الذين حولوا التراث الشعبي الممثل في الأغنيات الفولكلورية القديمة لأغاني طرب بحت وهو الذي شهد على يديه الطرب في مدينة عين صالح تحولا جذريا نفس الفنان الأسطورة يطغى النصف المبدع على عقله ليفقد رشته وفي جنون الفن يسرح صالح بعيدا عن العقالة تتمرد فيه روح الغجر تعبا دون شكوى ليتبنى الفنانون والإعلاميون شكواه في المحكمة العليا الزرقاء لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وشبكات عنكبوتية الأنترنت مطالبين الوزارة المعنية بأن تتبنى حالته العقلية النفسية والمعيشية فهو رجل فقد حقوق الدفاع مرفوع القلم